اتحاد الكرة المصري اشترط الحصول على 350 ألف دولار من أجل الموافقة على العرض المقدم له من أحدى الشركات التسويق لإقامة مباراة ودية بين منتخباي مصر والمكسيك خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل الاتحاد المصري كان خاد في ودية بلجيكا 250 ألف دولار وعايز يرفع الرقم الشوية بيتوريا عايز يلعب مباراة ودية خلال هذه الفترة غالبا هنلعب هذه المواجهة الودية مع المكسيك طيب حلوة المكسيك كمان منتخب كوي جدا وكان بيلعب في كاس العالم كمان من المنتخبات الكبيرة يعني